إذنك أطعق ونرجع نتكلم في الفنات تاني مع أستاذ شريف واد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الأهلي أستاذ شريف أهلا بحضرتك بلد أخير يا كابتن أب حميد تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وتمشاهدي قناة الفادي الأهلي وجمهوره في كل مكان أهلا بيك ودائما منورنا ودائما بتشرفنا ويا ريت حضرتك تقول لنا على قرارات مجلس إدارة نادي الأهلي هو الحقيقة الجلسة انتهت منذ قليل والمجلس الحقيقة بكامل هيئتك في التجمع والخامس بتخطوتي بالعزاء للمسير العملي فهو في وفاة عمونا بوضاعنا هذا هو سعر الفاتن وأن يسكينها وفاتيح جلسة بقاء قدامنا الحقيقة في مجموعة من القرارات الملئمة كبير حميد أولها هو قرار مجلس إدارة أو مفتق بالإجماع على إصلاق اسم الكابتة الحسن حمد المجلس بالنادي الأهلي الأسقر واحد من الرئيس التاريخيين والأسافير في تاريخ نادي الأهلي على قاعد مجلس بالنادي الأهلي في مجلس النصر حترك تعلم أنه قاعد مجلس الإدارة في الكتيرة عليها اسم الكابتة الفرح نديم العظيم الدمح المجلس الإدارة وفي نفتة مجاعة أخرى الكابتة الحسن الخطيب ومجلس إدارته صارت إصلاق اسم الكابتة الحسن حمدي تأكيداً وتفتيخاً لقية معبادئ النادي الأهلي وعفاناً بالوقفاء والحجم العطاء الذي قدمه الكابتة الحسن الحمدي لنادي الأهلي طوال 2-3 سنة الحقيقة عاش فيهم بين جودان القرع الحبراء ناعد من تصبكوين دشتين فلاعباً في طريق الأول كابتن الفريق ومديراً للجورة ثم عضو مجلس الإدارة ومجلس صندوق ونائب للرئيس ثم رئيساً للنادي لفترة تزيد عن 13 سنة 2002-2014 حقق النادي الأهلي فيهم الحقيقة أعظم من بطولات في تاريخه وتسع بطولات قرية في عهد الكابتة الحسن الحمدي فإنها سرة تانية للكابتة محمود الخطيب يضرب لنا المثل في كيفية احترام في القيادات السابقة وهموز التهدي التهدي وحكباؤه اطلقت الكابتة الحسن الحمدي على قائل على مجلس الإدارة هناك مرموعة أخرى من القرونات التعلم والمشاطر الرياضي استيل وفقة على أبو عسكر لفريق كرة الطاهرة سيدات في الزربية في الفترة من 11 مارس استعداداً لبطولة أطريقيا السيدات كما تعلم لا يحفظونها النادي الأهلي إن شاء الله مع بطولة أطريقيا أيضاً من الرجال طائرة وهناك بطولة سلة هذا الزخم الأطريقي بيأتي في إطار تواب مجلس دارة النادي الأهلي مع الدولة المصرية والقيام بضوره في هذا الإطار أناك تعلم مصر بطولي أفريقيا اهتمام كبير مصر تولى لأسل أحد الأفريقي وما ليس المتحدث يتولى أحد الأفريقي هذا إن شاء هناك اهتمام كبير بمصر الأفريقية والنادي الأهلي الحقيقة عليك على ترشيخ هذا المفهوم وهذا المبدأ واحتضان القرى الأفريقية الطاحة المتحدة الحقيقة أيضاً هناك ما يتعلق بتعينات جديدة مدير إدارة المباريات المهدي الأهلي هو الشام جنيزي شام جنيز وأيضاً المدير للخدمات في مدينة بصر الأسماء لتحضرني الجامعة لكننا نتحدث عن القناة الأسماء وإن شاء الله تودع خلال وقت قريب كافران حميد باللغطة أحرم إلى الموافقة على دعم السفاح أحمد أكرم وإقامة معذكر لعب في أمريكا في إطار دور النادي الأهلي لإعداد البطل الأوليمبي وهذا دور شحة كبير بيلعبوا النادي الأهلي وحريص على القيام دي من أجل إعداد يعني لعبين في مختلف اللعبات سواء رضافة المنتخب من اللعبات التماعية أو اللعبات التاردية أو ما يطلق عليها اللعبات الشهيدة فدور مهم الحياة لنادي الأهلي بيحرص عليه دايماً من الأخبار السر أيضاً كبير حميد أنه غدا بيز النادي تم افتتاح صالة الكاراتيج النادي الأهلي بالكذيرة بعد أن انتهت الحياة من الإنشاءات حاجة حضرية وكاليه بلعبي وأعضاء النادي الأهلي سوف يشرفنا في تدور الافتتاح مع الكاتب المحفوظ الخطيب رئيس مجلس الإدارة إن شاء الله وزير إن شاء الله وزير إن شاء الله وزير إن شاء الله وزير ورياضة بكتر أشهر صفي وأيضاً السيد الوزير خالد عبد العام محافظة الظاهرة وده انحاءها بتأتي في إطار مجموعة الافتتاحات اللي يعني مزمع القيام بها سنة البرحلة المقبلة النادي الأهلي عنده حقيقة مشروع إنشاء تطموح في مختلف فروعه تواهي جزيرة عمليات نص الشيخ دايد وبدأت عمليات الافتتاح إن شاء الله الباكورة ستكون خلال وقريباً في خلال شهر أو شهر ونص ستأتي مفتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل الجزيرة أو داخل مدينة نصر حاجة على أعلى مستوى سواء بوضعات الأسوار مجمع المحمامات سباحة الجديدة في مدينة نصر المطارة الترفيهية الجديدة أيضاً هناك مسجد وشهر عقاري في الشيخ دايد ونصر اجتماعي فمن الحقيقة الباكورة ستكون يعني هذا كان مجمع كده مجموعة من القرارات لصدرة النهوضة عن جلسة مجلس الإدارة كده أكيد يا شريف وزي ما حضرك قلت إطلاق اسم حسن حمدي على قاعة مجلس إدارة ناد الأهلي بين النصر دا يعني الطبيعي بتاع ناد الأهلي يا شريف طبعاً تعرف حقيقة الكابتل حمود الخطيب عنده مبدأ فيما تعلق من موضوع عيلة الأهلي والحقيقة كنت مرة في مرة من البرات في حديث معاد نتكلم عن خطته مثلاً كرئيس مجلس إدارة يعني الحقيقة تعلمت منه درس مهم أو في اليوم دي بقى بقول له لو هذي خطة تطيقة الله كنتحقى حاجة عظيماً في الأهلي ويتكون واحد من أنجح الرؤساء يعني فهو قال لشيوف مش حيسمها أنجح إحنا في حاجة من أنجحنا بنكمل بعض إنه أولاد النادي الأهلي والأهلي قادوا زملاء وكتنات من الغابر وساء الغابر يعني إحنا ماشينا على نهجهم وبنستكمل عملهم فهو ده النادي الأهلي وده منه للكبتل حمود الخطيب الحقيقة ومجلس أكيد شريف بالتوفيق وإن شاء الله نكون معاكم بكرة في فتاح سالة الكارتين إن شاء الله نزيع الافتاح على الهوم بوشرطة الأهلي زي ما قال أهم كرات المجلس إطلاق اسم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق العظيم على قاعة مجلس سيداتنا الأهلي بفرع مدينة نصر أو بمدينة نصر حاجة